السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله ما إلا الله أشهد أن لا إله ما إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله سنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله محمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمد نابده وعسوله وصفيه من خلقه وخليده بلغ عسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق زهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بضعوته واهتدى بهذه إلى يوم الدين أما بعد فيأتباع محمد عليه الصلاة والسلام نعيش في هذه اللحظات المباركة بين بعض الآيات من سورة آل عمران التي تمثل قاعدة أساسية من قواعد بناء هذه الأمة والتي تبشر هذه الأمة بمكانة ومنزلة دونها أي مكانة ودونها كل المنازل التي سبقت في تاريخ البشرية كلها هذه الآية التي سبقتها آيات تتعلق بها هي قول الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله هذه الآية أتت في خضم الحديث عن علاقة أهل الكتاب بالدين أو بالإسلام فإن سورة آل عمران نصفها الأول يتحدث عن علاقة أهل الكتاب بالدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى عليهم وعلى عسالات وعلى عسالات التي سبق سبق هؤلاء الناس غيرهم والتي نزلت تعالى أنبيائهم فإن سورة آل عمران تهتم بهذا الأمر بهذه العلاقات التي حددها الله تبارك وتعالى في نصف السورة الأول من سورة آل عمران والتي قضت بأن من سبقنا من أهل الكتاب تخلوا عن واجباتهم فاستحقوا أن يحكم الله تبارك وتعالى عليهم بإنزالهم من المنزلة السامقة التي تربعوا عليها طوال عدح طويل من الزمان عندما تخلوا عن أمر الله تبارك وتعالى وباعوا دينهم بدنياهم عند ذلك سخت الله عليهم وأحالهم إلى أناس وإلى صعوب لا قيمة لهم عند الله تبارك وتعالى هذه الآية إبارة أو تمثل وساما وساما شرف على صدر الأمة الإسلامية فإنها تخبر بأن الله تبارك وتعالى كتب لهذه الأمة هذه الخيرية وعقد لواء الخيرية لهذه الأمة دون غيرها والخير يقابله الشر أي أن هذه الأمة هي أمة الخير التي جعلها الله تبارك وتعالى الوارثة لجميع الأمم التي سبقتها وهذا عطاء الله تبارك وتعالى كنتم في الماضي قد الله تبارك وتعالى لكم أيها المسلمون ويا أمة محمد عليه الصلاة والسلام أن تكونوا خير الأمم أي أنها أمة خير أمة تأعف لله قدرة أمة تحكم تحكم سمع الله تبارك وتعالى فيما بينها أمة تتخلق بأخلاق القرآن أسوتها وقدوتها رسول البشرية كلها محمد صلوات الله وسلامه عليه فهي تسير في فنقه وتتأسى به في كل سأل من شؤوث وشؤون حياتها وتدافع عن هذه المنزلة ما استطاعت إلى ذلك سبيلا أخرزت ولم تخرج إنه حكم الله تبارك وتعالى بهذه الأمة حكم بشرفها ودولها في مجموعها ولا أقول في جميع أفرادها وأخرزها الله تبارك وتعالى ولم تخرج بنفسها لم تبني وجودها بأظافرها وإنما الله تبارك وتعالى أكرمها فأخرتها من العدم على هذه الصورة الفجرة بقيادة محمد صلوات الله وسلامه عليه هذه أمتنا التي نفخر بها ونا تفزو بهذا التشريف والتكريم والتفجير من الله تبارك وتعالى لأننا أمة خير لكن ذلك الخير له ثمن وله أروا ودوا لابد أن نقوم به لتثبيت هذه الخيرية فإن هذا التكريم له ثمن لابد من القيام به لابد أن تقوم به الأمة في مجموعها فلا تقصر في ذلك حتى تستمر هذه الخيرية في حاضرها ومستقبلها ولا بد أن يقوم كل فرد منه بما يجب عليه لتحقيق هذه الخيرية في ذاته وفي مجتمعه الصغير كالأسرة التي يحيى بين ضرانيها فإن كل واحد منا مكلف بهذا الواجب ولا تتحقق الخيرية إلا إذا قمنا وأدينا ذلك الواجب وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تبارك وتعالى فإن الإنسان بقيمته عند ربه قيمة الإنسان في التمسك بأهداب الحق الذي شغفه الله تبارك وتعالى به كنتم خير أمة أخرزت ولم يقرد خارزت أخرزت للناس للناس جميعا أبيضهم وأسودهم أحمرهم وأصفرهم إلى أن تقوم الساعة كنتم خير أمة أخرزت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله بهذه الضوابط وبهذه الشهوط نستهق أن نكون خير أمة أخرزت للناس أما إذا تخلينا عن هذا الواجب فإن مصيرنا سأكون كمصير من سبقونا ممن تخلوا عن هذا الواجب فاستحقوا أن يلعنوا وأن يتردوا من رحمة الله نعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا وهذا بيت خصير أرسيان عضوان عدم القيام بالواجب نحو الدعوة التي شرفوا بها فتخلوا عما أمر الله به من واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فاستحقوا ذلك اللعنة من الله تبارك وتعالى إلى أن تقوم الساعة نعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبنز ما كان يفعلون وكما أخبر رسول عليه الصلاة والسلام عندما قال إنما وأخبر بأن النقص دب في أحشاء هذه الأمم فكانوا إذا تحقق عدوان من أحد الناس على الدين كانوا يتصدون له في البداية كانوا إذا اختلف إنسان إذما قالوا له اتخي الله لكنهم بعد ذلك تلعبوا بدين الله تبارك وتعالى كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الوضيع وأقاموا عليه الحد فالأقوم في دين الله تبارك وتعالى بين فرد وفرد بين شريف وفقير بين خوي وضعيف تقام الحدود على الضعفاء وينقذ منها الأقوياء والأغنياء هذا هو أسلوب الدماء الذي مارسه بني إسرائيل فالتحق به فالتحق به أضب الله تبارك وتعالى الإسلام يأمرنا بأن نقوم بذلك الواجب واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تبارك وتعالى ولذلك نزد في الآيات السابقة على هذه الآية قول الله تبارك وتعالى ولتقم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وأنهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون أن يجب أن يكون من المسلمين في كل زمان وفي كل مكان وفي كل بيئة وفي كل حال من الأحوال من يقوم بهذا الواجب وبهذا الدور لأنه من أوجب الواجبات في الإسلام وهو محده الذي يحفظ للأمة كرامتها ويحفظ لها قيادتها ويحفظ لها خيريتها وبدونها لا تستحق أي خير لأنها تخلّت عن هذا الواجب كما تخلّى عنه من سبقوها من الأمم فنعنت بذلك وتُرِدت من رحمة الله إذن هو واجب جماع لكن هل يجب على كل واحد مننا أن يقوم بذلك الواجب أو أن الجماعة عندما تقوم بذلك تكون قد أفرعت الحلط عن أفرادها لا إنه واجب شيء وأول شيء أن يقوم الإنسان بهذا الواجب في حدود أسرته بين أبنائه بين أحبابه بينه وبين زوجه يألو الواجب أولاده وزوجه بما يجب أن يقوم به من واجب الحفاظ على الإيمان بالله تبارك وتعالى والحفاظ على واجبات الإسلام والحفاظ على أخلاق الإسلام وتعليمهم وتعليمهم ما تقوم به حياتهم الدينية والتنظيمية حسب شرع الله سبحانه وتعالى هذا واجب على كل واحد مننا هذا واجب على كل واحد مننا هل يستطيع واحد مننا أن يدعي بأنه لا يستطيع أن يعلم أبنائه أصول دينهم هل يعتز أي واحد مننا عن تعليم أبنائه كيف يصلون هل تعتز الأم عن تعليم أبنائها وقيادة أبنائها إلى الصراط المستقيم هل تعتز الأسرة عن قيادة أبنائها وإبعادهم عما يفتد حياتهم وعما يحكر صفر وجودهم عندما يرتكبون الملاكة عندما يرتكبون الفواحش ما ظهر منها وما بطن أيعدز أي واحد مننا أن يقول سفينته الخاصة إلى بر النجاة لا يعجز أحد مننا عن ذلك لا يعجز أحد مننا عن القيام بذلك الدور فإذا عجز وادرى أنه عاجز عند ذلك يستحق أن يترد من رحمة الله كما تعد من سبقوه لأن الله تبارك وتعالى لا يحاب أحدا من خلقه كلنا أمام الله سواء لا فضل لعربي على عجبي ولا لعجبي على عربي إلا بالتقوى والعمل الصالح وكلكم لآدم وآدم من تراب إذا لابد من القيام بذلك الوادي بصورة جمعية ولعل الأمة لم تقصر في ذلك كثيرا قصرت لكنه تقصير العاجز فهناك جامعات هناك دعاء هناك وعاذ هناك مدرسون على امجداد العالم الإسلامي كله قاموا ببعض الوازب أو بكل الوازب كل حسب طاقته وكل حسب قدرته لكننا عندما نتتبع وهذا الأمر بيننا بيننا كأفراد فلكل واحد مننا أن يسأل نفسه قبل أن تفوته القافلة قبل أن يرحل من هذه الحياة هل قام بذلك الوازب ألم يخصر في تغبية أولاده بلغوا عنه ولو آية كما يقول رسول عليه الصلاة والسلام سواء كان آية من القرآن أو آية من الكون يذكر بها نفسه ومن حوله بأنه من عباد الله تبارك وتعالى وبأنه عبد لله تبارك وتعالى وبأن الله تبارك وتعالى وحده هو الوحد وغيره عبيد لله تبارك وتعالى وبأن هناك قوائد الإيمان وقوائد الإسلام هناك أصول لابد أن يعرفها كل واحد منها ولابد أن يتعلمها ويولمها لمن حولها فإن المعرفة ضرورية أن تعرف قدر الله تبارك وتعالى وأن تعرف قدرك أنت ومنزلتك عند الله تبارك وتعالى قبل أن يفجأك هادم اللذات ومنفرق الجماعات قبل أن ترحل من هذه الحياة وتحمل أثقالا لأقبل لك من مجابهة نتائجها عند رقائك لسيدك ومولاك سبحانه وتعالى فنحن علينا وزباك كثيرة نحو أنفسنا بل نحو من نعيش بينهم الآن فالإنسان فالمسلم المشرف بهذه الخيرية ينبغي أن يكون لها أثر في حياة من حوله فنحن لسنا مطالبين بأن نعرض هذه الخيرية على من حولنا على جيراننا على أولادنا أولا ثم على جيراننا ثانيا بالحكمة والموعظة الحسنة والمزادلة التي هي أحسن بالكلمة الطيبة والهديدة الطيبة ورحمة بهم كما قال أغسور عليه الصلاة والسلام إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء من في الأرض لم يقل إرحموا مسلم نعم وإنما قال إرحموا من في الأرض حتى لو كان ذابا غير عاقلة حتى لو كان حيوانا أعزم حتى لو كان طيما من الضيور تريد أن تذبحه إرحمه وخذه إلى الموت قودا جميلا إرحم من حولك من الناس وأن تقادر على أن تنقذهم من وحدة الكفر والشرك والحراف ولو بكلمة طيبة فإن الإسلام لم ينتشر إلا بالكلمة الطيبة منتشر الإسلام بعرض مبادئه من صلاة وخيام وزكاة وحج منتشر الإسلام إلا بعرض العقيدة الصحيحة والخلوق والسلوك الإسلامي المتثم انتشر الإسلام بهذا ما انتشر بالسيف وعندما عرض معوضة عن طريق الصلاة لأنك لو قلت لمن تدعوه إلى الإسلام ومن تعرفه بالإسلام الإسلام فيه صلاة وفيه زكاة وبدأت بهذا سأنفع من الإسلام لأنه لا يريد تكاليف إنسان وزد في بيئة كل ما فيها انحراف الحرية تطرب بأطنابها في جنبات هذه المجتمعات إنه حر يتصرف كما يريد يسمي إذا أراد يشب الخرى إذا أراد يعبد إذا أراد حرية مطلقة فعندما تقول له إن الإسلام يضبط هذه الحرية بأداء 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 صلوات الخمس في مواعيبها بأداء صلوات الخمس في الجماعة وفي المسجد بأداء صيام رمضان بأداء الزكاة وزفء من المال بأداء صفعيدة الحج إذا استطعت إلى ذلك زميلا سيبتعد الإسلام لكن كيف تقنبه إلى الإسلام كيف تنبه إلى الله تبارك وتعالى بأخلاقك بأخلاقك الإسلامية التي ينبغي أن تتميز بها وأن تحافظ عليها ذات يما في المستمعات غير مسلمة فنحن نعرض الإسلام على غيرنا بطريقة تنفر غيرنا من ذلك الدين ونكون بذلك سببا من أسباب عدم تفكيره وعدم اختناعه بهذا الدين فإنه يرى أمامه نماذج غير طيبة في معاملاتها وفي أخلاقها وفي سلوكها نماذج غير طيبة فكيف يفكر في أن يدخل إلى حضيرة الإسلام وإلى ساحة الإسلام لا يمكن أبدا أن يعملت ذلك ولذلك الله تبارك وتعالى عندما تحدث وضع أمامنا الأسوة الحسنة الأسوة الحسنة تلازمنا نحن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل واحد مننا يجب أن يكون أسوة حسنة أمام أولاده وأمام زوجه وأمام زيرانه عندما يمشي في الشارع لابد أن يكون أسوة حسنة ينظر إليها نظرة خاصة فيقال إن هذا مثلم يتسم بكذا ويتصف بكذا وكذا من الأخلاق الصالحة التي تلزم الناس إليه أولا ثم تلزمه إلى دينه ثانيا كذلك الإنسان في تجاراته بغي أن يكون أسوة حسنة لا يغش لا يخدح لا ينطفه في كيل أو ميزان يواقب الله تبارك وتعالى في هذا العمل الذي بواه الله تبارك وتعالى مكانة فيه سيحاسب على ذلك عندما يقول الله تبارك وتعالى وين من المطففين سورة بأكملها نزلت في الغش التجاري في الكذب على خلق الله أن تقول إن هذا اللحم مذبوع وهو مصروح أن تبيع للناس أو تشتري تشتري فتأخذ كل حقك وعندما تبيع تنقص في ميزان أو مكيان أو مقياس هذه حقوق للناس لا يكفرها لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج إن ما يكفبها وإعادة الحق إلى أصحابها نحن بعيدون كل القعدة عن الإسلام بهذا السلوك الذي لا يرضى الله تبارك وتعالى عنه ولا يرضى عنه رسول الإسلام ولا يرضى عنه كل إنسان فاضل شريف يراقب الله تبارك وتعالى في حياته وفي سلوكه هذه صورة سيئة غير المسلم حولى بعدم غشه حولى لأنك تعطيه صورة ماجنة عن الإسلام بهذا الغش من غشة فليس منا من غشنا أن ما غشنا نحن من غير المسلمين طيب بالنسبة للمسلمين عندما يتعاملون مع غيرهم هل يجد لهم أن يغشوا غيرهم لا لا تغش المسلم ولا تغش غير المسلم ولقاء الله قريب وحساب الله عفير فمن يعبى نثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى هذا أمر من الأمور التي ينبغي أن نتعرف عليها وأن نعرف قدرنا ومنزلتنا عند الله تبارك وتعالى هذه المنزلة التي تجعل لنا حدودا ودوابط مرسومة لا ينبغي لنا أن الحرف عنها يمنا أو يسرى كما قال رسول عليه الصلاة والسلام إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم يعني قف عند حدود الله تبارك وتعالى لا تظلم أحدا وأنت مسلم لأن الظلم ظلمات يوم القيامة لا تسلب غيرك حقه فإن الله تبارك وتعالى سيزعلك من المطففين المعتدين وحسابك عند الله تبارك وتعالى العسير إذن هذه الآية تبين منزلة هذه الأمة ودورها في هذه الحياة فعلى المسلم أن يعرف قدر نفسه وأن يعرف منزلتك عند الله لكن هذه المنزلة تتحدد بمدى صلتك بذلك الدين وبمدى صلتك بضوابط الإيمان وضوابط الإسلام وضوابط الأخلاق في تعاملك مع الناس وتعاملك مع المسلم وغير المسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين المعاملة الدين المعاملة ويقول في حديث آخر الدين حسن الخلق ويقول أيضا خير الناس أنفعهم للناس أقول قولي هذا وأستغفر الله بي ولكم سنؤدكم التوفيق يستجب لكم